الطرق البرية والبحرية نحو أوروبا ما تزال مكتظة باللاجئين الحالمين بالوصول إليها بينما تحاول القارة العجوز تخفيف العبء عنها والحد من الهجرة بحزمة من القرارات موقع تاكس شو الألماني كشف عن الإجراءات الجديدة التي قرر وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي تطبيقها بحق طالبي اللجوء مع احتمالية أن تشمل السوريين حيث سيتم احتجاز الأفراد الذين سيصلون مما يسمى الدول الآمنة في نوع من السجون وسيخضعون للفحص المسبق عند حدود الاتحاد الأوروبي في غضون 12 أسبوعا لتقييم أهليتهم للحصول على اللجوء وإذا اعتبروا غير مؤهلين فسيتم إعادتهم على الفور إلى بلدهم الأصلي هذه الإجراءات جاءت للحد من موجة الهجرة المتصاعدة في وقت تجذف فيه قوارب الموت نحو شواطئ أوروبا هربا من بلدان يعيش فيها الناس تحت خط الفقر ونير الاستبداد وفي مقدماتها سوريا وفي أحدث قصص البحر أعلنت قبرص إنقاذها 45 مهاجرا سوريا بينهم 5 نساء وأحد عشر طفلا كانوا على متن قاربين انطلقا من طرتغوس حكومة ميليشيا أسد التي تحكم قبضتها على كافة الموانئ في سوريا باتت راعية لعمليات التهريب نحو الغرب بعد أن كانت الرحلات تخرج من لبنان حيث وصل أكثر من ستة قوارب إلى اليونان من طرتوس خلال الفترة الماضية ما يفضح النظام الذي يروج لإعادة اللاجئين الذين هجرهم اشتركوا في القناة